هبدأ الأول برضو بعضوة اليمين دكتور مانيا يعقوب وهسألك على أهم الأهداف اللي كانت لفطة لنظرك وشفتي فيها أنه هناك شيء مختلف في هذه الوثيقة طيب هو أولا أنا سعيدة أن النهاردة الوثيقة دي أنا اعتبرتها من وجهة نظري خارطة طريق حاجة بتورينا رؤية رغم أن أنا ليا بعض التحفظات على بعض الأرقام فيها ولكن في حاجة مهمة جدا وهي أن هذه الوثيقة النهاردة ابتدت تحط بعض الرؤى في قطاعات وفي محاور الدولة مفروض تبتلك تتحرك عليها الفترة القادمة الست سنين القادمة خاصة بعد ما عملنا جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي فمفروض أن نحن داخلين في المرحلة التانية أو بننهيها مفروض في أبريل 2024 فبالتالي النهاردة بقى في حاجات أو رؤية محددة هتحرك في إيه ولكن من وجهة نظري أن هذه الوثيقة هي وثيقة طموحة جدا في ظل أحداث جيوسياسية في المنطقة أكيد هيكون لها تأثير على الاقتصاديات بتاعة المنطقة والاقتصاد المصري يعني إحنا طبعا شايفين الأحداث اللي حصلة المؤسفة للأسف في غزة دي كان لها غير التوقعات الاتجاهات العالمية بشأن أن معادلات التضخم ممكن الأزمة دي تنتهي في 2024 النهاردة بسبب هذه الحرب وبسبب التوترات الحصرة في البحر الأحمر مثلا إحنا شايفين أن في قطاعات كتيرة هتتأثر زي السياحة زي اللوجستيات زي التجارة زي حاجات كتيرة جدا هتتأثر فهتؤثر على معادلات التضخم فالنهاردة مع الأرقام المستهدفة في 2030 اللي موجودة في الوثيقة ممكن يكون تعتبر أرقام متفألة وبالتالي من وجهة نظر أن الإيجابيات إحنا طرحناها أنه بقى فيه رؤية محددة ولكن إحنا محتاجين أنه هيبقى فيه حوار مجتمعي علشان الناس اللي على أرض الواقع تبتدي تساعد متخذ القرار وصانع القرار في أنه هو يضع مستهدفات تناسب الوضع الموجود فيه عالميا وإقليميا وهو وضع متغير إحنا كل يوم عندنا سيناريو جديد مختلف فبالتالي لازم لما نضع وثيقة يبقى عندنا نوع من المرونة عشان نتقبل هذه الأحداث